أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام عشرين طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم قالت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة عشر طائرة بدون طيار أوكرانية بينما تم تعطيل ست مسيرات أخرى بوسائل حرب الإلكترونية مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار خلال صد الهجوم وبعد تعليقها لفترة وجيزة استؤنفت حركة المرور على جسر القرم دون أن تكشف السلطات الروسية عن سبب التعليق كانت حركة المركبات قد تم تعليقها في وقت سابق مؤقتا حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر الالتزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أقالت قائد جيش الأسلحة المشتركة 58 ورجحت الدفاع البريطانية أن الإقالة تعود لأسباب من بينها إصراره على أن جنوده بحاجة للراحة من المواجهات المستمرة مع الجيش الأوكراني إذن أكثر من 200 ألف قذيفة مدفعية قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية هذا ما أعلن عنه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية والذي أوضح أن التكتل الأوروبي قدم نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت مليار ومئة مليون يورو من جهتها كشفت ألمانيا عن نقاشات حول نقل صواريخ بعيدة المدى من تراس كروز إلى أوكرانيا وفق تقارير صحفية وتنقل التقارير على المستشار الألماني أولاف شولز قوله أن توريدة مثل هذه الأسلحة هو المسار الذي تسير عليه برلين والذي بموجبه ستمضي برلين قدما في تعاون وثيق مع شركاء الدوليين أوكرانيا كانت قد طلبت من ألمانيا أواخر مايو الماضي تزويدها بصواريخ كروز من تراس توروس جو أرض التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر شكرا